السوق النفطية باتت ساحة للحرب الباردة بين أمريكا أكبر منتج للنفط الخام في العالم بـ 15 مليون برميل يومياً وروسيا ثالثة أكبر منتج بأكثر من 11 مليون فبعد أن قررت روسيا خفض إنتاجها النفطي بواقع نصف مليون برميل يومياً اعتباراً من مارس المقبل في قرار يبدو عادياً للوهلة الأولى لكن المتمعن في تفاصيل الأمور يجد أن روسيا أرادت أن تسلك نهجاً جديداً وأن تثبت أنها قوة نفطية لا يستهان بها بعد العقوبات الأمريكية الأوروبية بفرض صقف لأسعار منتجات الطاقة الروسية بتحديد سعر 60 دولار لبرميل النفط و100 دولار للمنتجات الأكثر قيمة مثل الديزل والبنزين ويبدو أن التكتيكا الروسي بأن أفضل طريقة للدفاع الهجوم قد أتى ثماره مبكراً حيث ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 2% فور القرار الروسي وباتت أمريكا حلفاؤها الأوروبيون ينتظرون المدد من تحالف أوبكولس لعله يقوم بالتصريح أو التلميح إلى سد النقص الذي سيطلق الحليف الأكبر في تحالف أوبكولس لكن التحالف أراد أن يقطع الطريق مبكراً حيث أخذ يردد مراراً وتكراراً بأن ما يحدث من عقوبات على الحليف الروسي ستأتي بآثار عكسية على أسواق الطاقة وبأن دول التحالف باتت لا تستطيع أن تزيد من طاقتها الإنتاجية في ظل ظروف راهنة لذا صارعت المنظمة بتأكيد ما عزز القرار الروسي وجعله بالغ الأثر على أسواق الطاقة وبالطبع لن يستطيع أحد أن يلوم منظمة أوبكولس التي تحملت عبء أسواق الطاقة على مضار أكثر من ثلاثة أعوام استطاعت أن تحافظ على ميزان العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار للمنتجين والمستهلكين وبعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الجانب الروسي الذي استطاع بطريقة أو بأخرى أن يلتف على العقوبات أثبتت أمريكا أن هناك شوط آخر وربما أشواط إضافية حتى يطلق الحكم صافرة النهاية لإعلان الفائز حيث قامت في خطوة مفاجئة بدخ 26 مليون بلمير من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام الأيام المقبلة بالطبع حبلة بسلسلة جديدة من الصراع الأمريكي الروسي وستكون مليئة بالأحداث المثيرة في عالم أسواق الطاقة في ظل وجود كفتين متكافئتين الأولى تضم أمريكا حلفاء الأوروبيون والأخرى تضم روسيا ودولا كالصين والهند وإيران لذا فعل الأسواق أن تستعد للمفاجئات خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر